كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب وهي بسعدنا أن ألتقى حضراتكم من خلال هنا مسبيروا على شاشة التلفزيون المصري تلفزيون الشعب طبعا خلصنا أو بننتهي من أيام عيد الأطحى المبارك خدنا أجازة طويلة نبدأ العمل بجدية من أجل بناء الدولة المصرية بإذن الله عيد سعيدة على كل المصريين أعضى الله علينا بالخير واليمن والبركات النهاردة هنتكلم على ملف هام جدا بتضع الدولة المصرية ضمن أولوياتها وفيه اهتمام رئاسي بهذا الملف وهو الاستراتيجية المستقبلية للدولة المصرية وإنجازتها في مجال الطاقة وخاصة في إنتاج الهيدروجين الأغضر بسعدني أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور مهندس ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمية أهلا بحضرتك وسعادة بوجود حضرتك معنا دكتور أهلا بيك أنا أسعد ملف مهم جدا دكتور مهر ويمكن دايما بنقول الملفات الهامة التي تكون لها اهتمام من جانب القيادة السياسية تبقى فيها الإنجازات بتتم بسرعة بيكون في عناية بتشتغل عليها كل الوزارات لسه كنا بنستضيف خلال آخر العام الماضي كوب 27 للدول الأطراف لتغير المناخ تغير المناخ بيسيطر على العالم كله بنشوف في اليوم الواحد حتى عندنا احنا في مصر هنا فصول السنة كلها في يوم واحد فاعتقد ان احنا نترشيد استخدام الطاقة والاتجاه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة ده شيء مهم جدا يعني ناخد كده يعني ملخص من حضرتك كيف ترى مستقبل الطاقة في مصر خاصة في ظل التحديات العالمية الحقيقة احنا فعلا حظي قطاع الطاقة منذ الأزمة التي تعرضنا لها في الفترة من 2012-2013-2013 حظي باهتمام عالي من القيادة السياسية وده كان ليه فضل ان المشروعات تنفذ بسرعة عالية وبكثافة وتجند الاستثمارات بشكل كبير علشان الخروج من أزمة الطاقة والتحول من الشحة إلى الوفرة وأصبح عندنا واضع مختلف تماما عما كانت عليه الأزمة الفضل كله يرجع ويعود إلى أننا بدأنا باستراتيجية للدولة استراتيجية جديدة أعلنها فخامة الرئيس في القمة العالمية للطاقة المتجددة في أبو ظبي سنة 2014 أغسطس 2014 ارتكزت هذه الاستراتيجية على خمسة محاوة رئيسية المحور الأول تنويع مصادر الطاقة وده كانت نقطة في غاية الخطورة لأن احنا حتى الآن رغم ان احنا مشينا في مسألة التنويع لكن لم نحصد بعد ثمار التنويع لأن دايما القصور الذاتي في عالم الطاقة كبير قوي فالمشروع ممكن ياخد مدة على ما يظهر للوجود لكن احنا بدأنا مسألة التنويع كمحور أول للاستراتيجية التنويع يتجه إلى تعزيز استخدامات النفط والغاز الكشوف الجديدة في مجال النفط والغاز كفاءة الطاقة وده قطعنا فيها شوط كويس جدا الدخول إلى العصر النووي حتى الفحم كان عندنا تصور للدخول في عصر الفحم النظيف يمكن تراجع دلوقتي علشان الاهتبامات المناخية لكن لا يزال على الطاولة ساعة الاحتياج إليها يبقى مهم جدا فتنويح حافظة الطاقة كان أول محور مهم جدا المحور الثاني التخلص من الدعم وفق خطة زمنية تراعي محدود الدخل وهذا التخلص من الدعم الحقيقة احنا ماشينا فيه سبعة سنين حققنا فيه شوط طويل قوي تقريبا خلصنا كل الدعم النهاردة الدعم اللي بيجي ناتج عن تزبزب الأسعار وارتفاع الأسعار في السوق العالمية فلو حصل أن يبقى فيه فرقات تدعمها الدولة هو ده الدعم الآل لكن تقريبا خلصنا من الدعم كله المحور الثالث كان التوسع في استخدام مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وده بتدخل أيضا ضمن المحور الأول تنويع مصادر الطاقة ومع تاخد دكتور ماري عندنا ثراء في هذا الموضوع الطاقة الجديدة ومتجددة عندنا طاقة الرياح الطاقة الشمسية عندنا أكبر محطة الطاقة الشمسية يمكن في الشرق الأوسط ومن أكبر محطات على مستوى العالم في مبال فأسوان عندنا مصادر كثيرة للطاقة المتجددة بالتأكيد وده كان نتيجة المحور الثالث للإستراتيجي أننا نعظم الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة المتوفرة على الأرض المصرية يعني البنبان مشروع البنبان هذا ابن الإنجازات واحد من أهم الإنجازات للفترة في المحور الثالث الذي هو التوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة المحور الرابع التحول إلى مركز محوري لتجارة وتبدل الطاقة بالاستفادة بالموقع العبقر المصر وهي تتوسط كبار منتجي الطاقة وكبار مستهلك الطاقة فهي كالواسطة من العقد بحيث أن هي تؤدي هذا الدور المحور الخامس كان تشجيع الاستثمارات الأجنبية لأن الطاقة بتحتاج تمويلات ضخمة جدا وكان لابد من دخول القطاع الخاص لاستثماري الوطني والعربي والأجنبي من هنا كانت البداية وبالتالي حصل الحقيقة إنجازات ضخمة جدا غير مسبوقة في فترة محدودة لا أحد كان يتخيل مطلقة أنها تتم أدي لك مثال صغير في قطاع البترول مثلا تم حتى الآن في العشر سنين أو في ثمان سنين ربعمية اكتشاف منهم 280 في قطاع النفط و120 في قطاع الغاز الطبيعي عدد اكتشافات كبير جدا في خلال فترة زمنية تعتبر محدودة تمام وزاد الاحتياط النفط إلى 500 مليون تن وزاد الاحتياط الغاز إلى 40 تريليون قدم مكعب فعندك هنا يعني إنجاز واضح بشكل قوي جدا في الكهرباء احنا بدأنا بالخطة العاجلة أضفنا حوالي 3600 ميجا في سنتين أو سنة ونص وبعدين في خطة استكمال المشروعات اللي كانت تحتاج لاستكمال ودي أضافت 2400 ميجا 6000 ميجا الخطة العاجلة والمشروعات التي تحتاج للإستكمال دي دخلت في ثلاث سنين أو سنتين ونص صحيح في نفس الوقت بدأنا مشروعات عملاقة الثلاث مشروعات العملاقة في محطات الدورة المرتبة في البرولوس والعاصمة الإدارية وغياضة في بنسويف بقدرة إجمالية 14400 ميجا وات هايل فجأة في فترة حوالي سبع سنين ارتفعت الإتاحة من قدرات التوليد للضعف اللي تم في مصر خلال خمسين سنة الضاعف بقى الضابل في خمس أو سبع سنين نقدر نقول إنتاج الضابل يعني كان عندنا 28 المتاح 28 ألف ميجا بقى 56 ألف ميجا طب حاليا دكتور إنتاجنا من الكهرباء يكفينا ويفيد يعني هل فيه أمل في التصدير الكهرباء في الفترة القادمة خاصة أن احنا عندنا ربط كهربائي بالكثير من الدول المحيطة بينا إحنا لا يزيد الحمل الأقصى الآن عن 32 ألف ميجا أو 33 ألف ميجا وإحنا القدرات المركبة النهاردة 60 ألف ميجا فإحنا عندنا احتياطي كبير يسمح بإن إحنا نغطي الاحتياجات الداخلية ونصدر بوفرة للدول المحيطة بينا أنا يهمل الناس ما دي إن إحنا عندنا وفرة ونقدر نصدر ده الموقف اللي تبدل بعد ما كنا في أزمة شديدة طاحنة وعندنا عجزة 6 ألف ميجا بقى عندنا وفرة حوالي 22 ألف ميجا فإحنا نستطيع إن إحنا نصدر إحنا بنصدر بالفعل بنصدر لليبيا بنصدر للأردن بنصدر للسودان والنهاردة لسه فيه مشروعات جاية في السكة الرابط المصري السعودي من خلال كابل بحري يعبر خليج العقبة ولسه مشروعات الرابط بأوروبا من خلال الرابط بإيطاليا من قصد الرابط بقى بالنوال الأوروبية وقبرص يعني المموريندم أوب أندرستاندينج اللي هي يعني مذكرات التفاهم والاتفاقيات اللي ابتدائية كلها مبرامة والنهاردة دراسات الجدوى بيتم على قدم وساق بواسطة استشاريين دوليين وبالتالي مسألة الرابط بأوروبا من خلال الرابط من يعني إحنا لو رابطنا بواحدة من التلاتة لو رابطنا باليونان أو قبرص أو إيطاليا رابطنا بأوروبا كلها لأن أوروبا كلها مرتبطة ودي بتمهد لتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة بالكميات الضخمة اللي مصر تنتوي توليدها في الفترة القادمة فده بالنسبة يعني في رقم لازم أقوله مجلس الوزراء المركز الإعلامي المجلس الوزراء قال إن حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة ككل بلغ 2.3 من 10 تريليون تريليون جنيه يعني حوالي 150 مليار دولار في 87 سنين اللي فاته طيب في موضوع يمكن بدأنا نسمع عنه مؤخرا وخاصة بعد قمة المناخ إلى العقدة فشارم الشيخ في نهاية العام الماضي وكلمة أو تعبير الهيدروجين الأخضر وكان فيه اهتمام من مصر بهذا الموضوع وفخامة الرئيس احتمه بهذا الموضوع شخصيا فأعوزين نفهم المشاهد أو نشرح للمشاهد الكريم موضوع الهيدروجين الأخضر في مصر وهل ممكن مصر تصبح مركز للهيدروجين الأخضر في الفترة القادمة وما هو الهيدروجين الأخضر وماذا سيعود علينا منه الكلام ده مهم جدا في إطار المستقبل الطاقة العالمية بالضبط كذلك احنا كلمنا عن مستقبل الطاقة في مصر وشفنا الاستراتيجي موضوعه لا ده في ارتباط تاني بصورة جديدة في عالم الطاقة في العالم كله لأن الآن يحدث ما يسمى انتقال الطاقي أو التحول الطاقي وده مبني على مبادئ جديدة تماما ان احنا ننتقل إلى الوقود الأقل في محتوى الكربون أن ننتقل إلى مصادر الطاقة غير الاحتراقية أن نعظم الكفاءة بأعلى ما نستطيع أن ننتقل إلى استخدامات المواد الجديدة والتكنولوجيا الجديدة زي بطاريات الليسيام والكادميام والكوبلت المعادن الندرة دي النهاردة لها مستقبل كبير سيارات الكهربية كل ده هيمشي بأنواع جديدة جدا من البطاريات تعتمد على التكنولوجيا الجديدة والمواد الجديدة أيضا المزج بين الرقمنا والطاقة المتجددة لإتاحة المجال الانتشار الواسع للطاقة المتجددة مصر فين من التحول الطاقة طبعا العالم سيظل يعتمد على الوقود الأحفوري إلى حوالي 40-50 سنة قادمة لكن العالم كله ومصر معه تتطلع إلى لما نوصل لندوب الوقود الأحفوري يبقى عندنا البديل كله جاهز أهم عنصر في البدايل اللي هتؤدي دور ضخمة جدا في المستقبل الهايدروجين الأخضر فالهايدروجين الأخضر نشرحه بقى إذا كان بالأهمية دي وينتظر أنه يؤدي دور ضخم هو عبارة عن تحليل الماء بالكهربا إلى عنصريه الأكسجين والهايدروجين تمام فإحنا بناخد الهايدروجين وده حامل للطاقة بنقدر نستخدمه في صورة غازية أو نسيله أو نصنع منه الأمونيا الخضرة وهي أيضا تستخدم كوقود فإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا فبليسة مو أخضر لأنه يحتاج كميات كبيرة من الكهربا عشان تحلل الماء يبقى أنت محتاج كميات كبيرة من الكهربا صحيح الكهربا دي هنجيبها من الطاقة الجديدة والمتجددة وبالتالي طاقة نظيفة أه لأنه في الهايدروجين الأزرق بالضبط جدا مثلا ويولد على نطاق واسع بس من الوقود الأحفوري صحيح فلما يولد من الوقود الأحفوري بيطلع غازات الدفئة بكميات كبيرة جدا وكأنك يا بو زيد مغازيل صحيح يبقى ما فيش حاجة جديدة هنا ده هو لسه تقليدي بلوس الجو وبزود زهرة تحت بس الحراري وبساعد على تغير المناخ ما مالاش حاجة وبالتالي إحنا لابد نترك تماما أي صور لتوليد الهايدروجين ونرتبط بالصورة الفعالة للمناخ والبيئة والمستقبل اللي هي الأخضر إحنا مصر تتمتع بمجتمعات مياه كبيرة جدا عندنا شواطئ 3000 كيلو متر وبالتالي مجتمعات المياه جهزة عندنا أراضي شاسعة في الصحارة نستطيع أن نزرحها كلها حقول طاقة شمسية وطاقة رياح كيفما شئنا يعني معالي وزير الكهرباء صرح أخيرا أن الإمكانية أو البوتينشل أو الكمون للطاقة المتجددة ومستقبلها في مصر يبلغ حوالي 350 ألف ميجا واط طاقة رياح و 650 ألف ميجا واط طاقة شمسية يعني مليون ميجا واط طاقة متجددة تستطيع الأرض المصرية على مدى 100 سنة جاية تغترف منها كيفما تشعر هذا هو العمود الفقري لإنتاج الهايدروجين الأخضر والرقم الهائل ده يخلي الدولة المصرية تضع استراتيجيات مستقبلية لمشروعات قادمة مدام عندي المخزون ده إن شاء الله يكون موجود بالتأكيد الخبر الصار أن في كوب 27 تم توقيع حوالي حوالي تسع اتفاقيات تفاهم بروتوكولات تعاون بروتوكولات تعاون ستتيح استثمارات قدرها 85 مليار دولار للهايدروجين الأخضر فإحنا مقفيني النهاردة على أرض صلبة جدا المشروعات هي الاتفاقيات هي حجم الاستثمارات المتاح 85 مليار دولار إحنا بس نشتغل وبالتالي يبتدينا بالفعل إحنا محتاجين يضخف الاقتصاد المصري إن عايش الاقتصاد المصري في هذه الفترة محتاجينه محتاجين نزلل كل العقبات صحيح علشان الشركات اللي جاية تبني عندنا يعني مواطن لإنتاج الهايدروجين الأخضر تشتغل بسرعة جدا ويبتدي يضخن العائد في الاقتصاد القومي نوم نطلع من الأزمة المالية اللي دخلنا فيها أصبعا صحيح في نقطة مهمة جدا بالإضافة لكل هذه المجهودات التي تبزل في جانب مهم جدا لازم نشتغل عليه بقى مجتمع مدني وحكومة وإعلام كل الهيئات وهو توعية المواطن المواطن مصري هو الأساس توعيته بأهمية ترشيد استخدام الطاقة وخاصة عندما نشعره بأن هذا يعود عليه بالنفع أو بالضرر بالنفع في حالة الترشيد وبالضرر في حالة عدم الترشيد زي ما الدولة بتستثمر في مجالات الطاقة كلها خاصة الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر وخلافه فالمواطن أيضا يستطيع أن يستثمر فيما نسميه كفاءة الطاقة فالمواطن العادي يستطيع الاستثمار في كفاءة الطاقة بحيث يقلل الفاتورة ويوفر الوفرات الوفرات يستفيد بها في منافذ الصرف الأخرى التي يحتاج إليها أي دعائم كفاءة الطاقة بالنسبة للمواطن أول دعامة الإنارة يستطيع من خلال تبديل الإنارة غير الموفرة بالإنارة الموفرة أنه يوفر كثير وعندنا أهمها لمبات الليد بالقدرات المختلفة واللمبة اللي 12 واط بتقوم مقامة تنجستين اللي كانت 100 واط فشوف الوفر قد إيه من 100 واط إلى 12 واط مسألة توفقة جدا في الفاتورة عندنا أيضا التكيفات المنزلية أيوة دي مهمة جدا في فترة الصف والحر دلوقت بالضبط يعني يرجى من الجميع أيوة أنه بدل ما يعمل على 22 يزبط الجهاز على 22 درجة لا يزبطه على 24 أو 25 هتبقى برضو مستريح ولكن في الوقت نفسه هتوفر كويس قوي في فاتورة الكهرباء يعني من 22 أو 20 لو خلناها 24 يا دكتور ده بيوفر كل ما خفضت تككيف كل ما كان استهلاك من الكهرباء أكتر كل درجة بتخفضها تقريبا فيها وفر حوالي سي من 6 إلى 8% فأنت عندك وفر كويس لو 3-4 درجات أنت وفرت 20% من الاستهلاك ده كلام مهم جدا بتاع الجهاز فده مهم جدا المواطن محتاجي يعرف الحاجات دير لازم في مواطنين تعرف في مواطنين ما تعرفش إحنا درنا أن نقولهم ونوعيهم دي معلومات مهمة جدا أنت لو خلت كيفك على 20 هيختلف استهلاكك لو خلته على 24 24 هتوفر كتير قوي وفي نفس الوقت هيبقى فيه أريحية وفيه شعور بال فيه برودة بس ضبط الجو مريح وأنا مش عايز أكتب أني أكون قاعد في مكان مريح صحيح أيه تاني يا دكتر الأجهزة الكهربية أيوة أهمها السخان الكهربية والتلاجة والغسالة والكتل اللي بنسخن فيه المياه للشيء أيوة فده مهم جدا الأجهزة دي كل جهاز من الكتل مثلا ما يصحش أم لا مياه في كل مرة لا أنا أحط بالضبط بالعيارة على قد استهلاكي عايز أعمل كوب بيتين شاي أعاير كوب بيتين تمام مش عملا كله عشان أخذ كوب بيتين فده بيقلل الكهربية خالص اللي بتتاخد وتبقى ويقال صحيا يا دكتور إن أنا لما بيتبقى شوية مياه في الكتل تم غليهم وبعدين أجي أغليهم مرة تانية بيحدث رواسب وحاجات يعني غير مستحبة صحيا هو يفضل في كل مرة أتخلص من البواء بالضبط يعني أشطفه صحيح وبالتالي ده بيوفر كويس التلاجة استخدام التلاجة وأنا توضيبها من الداخل علشان أقلل الوقت بتاع فتح الباب فموضبها أفتح أخذ بالضبط الحاجة اللي أنا عايزة أو أحط الحاجة اللي أنا عايزة صحيح صحيح كمان الغسالة الغسالة ينصح إذا كانت خمسة كيلو إملاها بالخمسة كيلو يعني مش تحط اثنين كيلو وتشغلها هتأخذ الكهرباء اللي بتاخدها في الخمسة كيلو طب ما تستفيد أحسن إجمع من الملابس اللي لابد من غسلها إجمعها بحيث تملى الغسالة وبالتالي بدل ما تستخدمها رفتين ثلاثة بتستخدمها مرة واحدة الخمسة كيلو كلهم فديحة فيه أيضا من ضمن يعني الاستثمار في كفاءة الطاقة في المنازل استخدام الطاقة الشمسية أنا ممكن قوي أستخدم السخان الشمسي اللي بيسخن المية عبارة عن تانك بيستقبل أشعة الشمس تسخن المية تنزل في المواسير بدل ما أنا أسخن المية بالسخان الكهراري هي سخنة بالشمس جميلة هيوفر عليه فلوس بتوفر كتير بس هي التكلفة المبدئية عالية علشان أجيب التجهيزات صحيح لكن على المدى بيوفر على مدى سنة أو اثنين أنا بسترد التكلفة والباقي كله بعد كده بيبقى بلاش هاي أيضا استخدام الأسطح في الأماكن الممكنة في البيوت اللي هي لو رايز طايف بيلدينج اللي هي دورين أو تلاتة بالكتير أيوة الأسطح دي كلها ممكن تتفرش لوحات أو بانيلز خلايا شمسية فوتوظلطية وبالتالي ممكن تولد يعني لو ما مقداره لو يعني لو قدرة ستة كيلو وات الستة كيلو وات تدي أحمال الإنارة وتدي تكيفات الناس اللي عملت الكلام ده في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة اللي هي عندها ذيلة منخفضة دور دورين قدرت أن هي تغطي الأسطح استطاعت أن هي تصل إلى وفر يبلغ أب تو تمانين في المية من فطوة الكهرباء هاي فده بالنسبة للمواطن العادي وده طرق الاستثمار في كفاءة الطاقة جميل هرجع تاني برضو حقيقة وحنا بنخطب المواطن المصري عوزنا نعرفه بأهمية هذه المشروعات مشروعات الاستثمار في الطاقة من خلال خلق فرص العمل يعني المواطن أو المشاهد الكريم يهموا أن يسمع الكلام ده المشروعات المستقبلية التي تعد لها الدولة المصرية والتي بدأت بالفعل كيف تفيد المواطن في خلق فرص عمل لهم من خلال مشروعات جديدة خاصة المشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في أماكن كثيرة ده سراء مصر حقيقي أنها مش موجودة في مكان واحد لا هنلاقي فيه أماكن متعددة يعني طاقة الرياح في أماكن الطاقة الشمسية في أماكن يعني عندنا أماكن متعددة أنا هديك مثال من المحطات الثلاثة العملاقة اللي هي بدورها المركبة كل واحدة 4800 ميجا وات اللي إجماليها 14400 ميجا البورولوس والقاهرة العاصمة الإدارية وغياضة بنسويف دول أثناء التشييد كان فرص ولدوا 19 ألف فرصة عمل هاي طب أثناء التشغيل كل محطة تقريبا فيها 200 ما لا يقل عن 250 يد عاملة ويعني معناه 250 بيت مفتوحين بسفة مستمرة دول مش عملة مؤقتة دول شغل مستمر دائم فأنت عندك فرص عمل أكتب من 700 فرصة عمل في الثلاث محطات وعندك أيضا أثناء التشييد اللي هو سنتين كاملين أو ثلاث سنين 66 مليون ساعة عمل اشتغلوا فيها كان عندنا 19 ألف فرصة عمل وذي تفيد عمال الترحيل وعمال البناء وعمال الكونستراكشن بصفة عامة والتركيبات وخلافه الطاقة الجديدة والمتجددة الإحصاءات العالمية بتقول أنها بتولد فرص عمل ثلاث أضعاف الفرص المتاحة في المشروعات التقليدية فإذن ده برضو باب مفتوح لتوليد فرص عمل كبيرة جدا الالف ربعمية خمسة وستين ميجا واط في البنبان بقعة واحدة خلايا شمسية بوتوبولتية دي أتحت أثناء التشييد عشر طلاب فرصة عمل فكان عندنا يعني إذن توليد فرص العمل كبيرة جدا مع مشروعات الطاقة الجديدة ومتجددة مع مشروعات الهيدروجين الأخضاء اللي دخني عليها مع بقية المشروعات اللي يعني النهضة بتبتغيها وتقوم عليها دكتور مهر وقتنا خلص بس فيه سؤال عاوز أخده من حضيك بسرعة كده هل تم استغلال جميع موارد الموارد الطبيعية في مصر في مجال الطاقة المتجددة ولا لسه عندنا موارد لم تستغل حاليا سريعا دي لحنا لسه بكرة جدا يعني لأن بدأنا سنة 84 في الاستثمار في الطاقة المتجددة فكان ساعتها غالية جدا جدا فاعتمدنا على بعض المنح اللي الدول صانعت التكنولوجيا ادتها المصر علشان نبتدي دلوقتي وصلنا الى بعد 30 سنة او 32 سنة او 35 سنة حتى الان ما انشأنا بحسب الكتاب الاحصاء السنة والشركة القبضة الكرباء مصر ان النهاردة في حوالي 1600 ميجا وات طاقة شمسية وزيهم 1600 او 1700 طاقة رياح يعني كل اللي عملنا 3000 ميجا او 3000 ونص او 4000 ميجا يعني لسه عندنا فرص انا بقول لحضرتك معالي وزير الكهرباء بقال عندنا فرصة لمليون ميجا مليون ميجا وات احنا لسه عندنا 3 او 4 لا لا ده انت نقعد 100 سنة جاي ابن فحطات طاقة متجددة ما نخلص انا سعد جدا بحديث التفاؤل اللي احنا شوفناه في حضرتك وحديث يعني مدعم بالارقام وليس حديث مرسل وده اللي بيهم المواطن لزيادة المصدقية في كلامنا احنا بقول كلام من الواقع وليس من بنات افكارنا او احلام فانا سعد جدا بلقاء حضرك سعد بلغة الارقام اللي حاجة تحدثت بيها سعد بلغة التفاؤل اللي وظهرة في حديث حضرتك حتى في لغة الجسد بتاعتك شكرا شرفتني ونورتني دكتور مهندس ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ شرفتنا ونورتنا العفو فندم شكرا زي المشاهدين بكرر يعني ان احنا دايما بنتحدث بلغة الارقام في التلفزيون المصري لما بنقول لغة التفاؤل او نشعر بالتفاؤل بناء على ارقام وليس احلام اعتقد ان احنا في مجال الطاقة بنخطو خطوات مهمة جدا وناجحة جدا وينتظرنا مستقبل باهر في هذا المجال من اجل مستقبل افضل للشعب المصري الشعب المصري يستحق الخير الكثير الشعب المصري الحمول يستحق كل خير بختم الختام المعهود من حضراتكم عاشت مصر عزيزة امنة مستقرة والله الموفق والمستعان وما تخافوش ابدا على مصر لان مصر فيها رجالة تحياتي اشتركوا في القناة